أمر دارج وشائع في التعلم في تلاوة القرآن الكريم وأن يكون الإنسان قادرا على الحفظ ومجيدا للقراءات أمر شائع أن يكون نهما للعلم على يد شيخته أو شيخة أو سيدة أمر شائع ودارج على المستوى العربي أو في العالم الإسلامي هذا الأمر ولا كان متفردة بمصر بعض الشيء في هذا التوقيت لا في الأيام دي كان متفردة برضو كانت الشيخة نفيسة بتعلمها وكانت تشترط على اللي بتتعلم لو بنت تشترط عليها ما تتجوز الله يعني إذا عاوز أعلمك أن أنت تضيالي تتفرغي تتفرغ فكان شائع دلوقتي أظن يعني منشايف يعني حد من السيدات بيعلم أو يمكن في الأرياف أو الصعيد لكن ما ما فيش رموز يعني ما فيش ما فيش تقريبا يعني لكن مية في المية فيه يعني فهي كانت بتعلم وكانت بتقرأ القرآن برضو زي أنا ما أرى وكده فالشيخ اللي هو الشيخ فريد جسه قال لي أنا دلوقتي ضد العمل المرأة وقلت له إيه هل هي بتقرأ فأنا إيه هقول لها لا تعلم بس كانت بتقرأ للسيدات يعني في العزقات وفي المناسبات في الأفراح وكده فهو قال لي يعني إيه بلاش بقى كفاية كده يومي